تتواصل فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 إلى 27 من أبريل بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وقد أصفرت نتائج منافسات البطولة الدولية للتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على همش البطولة العربية العسكرية للفروسية عن حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 122 نقطة فيما أصفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بالنتيجة 37.5 نقطة وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هاملة الخواص من مصر بالنتيجة 36 نقطة